ناحية الحيدرية الواقعة بين النجف وكربلا منطقة زراعية يسكنها آلاف المزارعين يعاني سكانها من فاجعة تتمثل بانتشار مرض السرطان الذي جاء على بيوت بأكملها أنا أحد التضررين من أمراض السرطانية أنا وعندي أخوتي ثلاثة توفى يعني ذلك المنطقة يبعدون عن الحيدرية أربع كيلوات ثلاثة أخوتي وابن أخوي الرابع وولادي اثنين قصص كثيرة لهذا المرض العضال في ناحية الحيدرية أحد ضحاياها الأطفال فهذا الأب يتحدث عن فلذة كبده بحسرة يملؤها الفقد المرض مالته سرطان العظم رابده وصار كومه بالمصطلح الطبي فأحنا يعني عالجنا سنتيا وقالوا قلتم المسببات قالوا تنويث بأوي مرض السرطان وفق شهادات الأهالي انتشر في الحيدرية بصورة هائلة بعد السلاء جهات متنفذة على أراض واسعة في المنطقة وتشيدها معامل طابوق من دون ترخيص وهنا الرأي الطبي جاء مطابقا لهذه الشهادات يسوي تليف بالرأتين تلف بالخلايا الرئوية بالقصبات الهوائية تضيق بالقصبات الهوائية يكون الجسم معرض أكثر للالتهابات تدرها المواد كيميائية مترسبة تجيب البكتيريا والجراثيم تلمو بهالمنطقة يصير عندهم ذات الرئة يصير أمراض ثانية مختلفة أنواع من السرطانات مع أمراض أخرى شهدتها ناحية الحيدرية وذلك بسبب التلوث الذي تنتجه هذه المعامل رغم أن القانون لا يسمح ببناء معامل يستخدم فيها النفط الأسود قرب المناطق الزراعية والمأهولة بالسكان أما السلطات الحكومية في الحيدرية لم تكترث لهذه الأرواح التي تزهق كل يوم بسبب مجموعة من المتنفذين والمستفيدين طبعا بعدما سجلت حالات اقتناق من مستشفى الحيدرية بالخصوص بلقت السيد المحافظ باتصالي أكثر مرة مارد على التليفون بلقتها برسالة أن حالات اقتناق صارت كل شيء من المستشفى وبلغوني من المستشفى أن الأعداد التي سجلت هذه المرة هي أكثر دخان كان نازل بصورة غير طبيعية بعد ذلك تزي رسالة اعتذر اجتماع الظهر وعند الاجتماع أهم من أرواح الناس التي تروح مأساة ناحية الحيدرية قصة تحكي واقعا من الألم والفقد لمئات الوفيات من الكبار والصغار منطقة بدت اليوم مدينة أشباح لخلو قراها من السكان وامتلاء شوارعها بالدخان السام والمصرط ليصبح الفساد المالي والإداري في هذه الناحية لا بل في البلاد بأكملها قاتلا بلا سلاح